شاملة على المنهج كله عشان نعرف نحل في الامتحان نعرف نحل سؤال سؤال اجابة اجابة انا واثق ان انتو هتستفادوا في الحلقة لو قعدتم منتبهين يلا بقى مع بعضينك اشكولك الامك والالة الحسبة بتاعتك تسجل ورايا اول باول الحلقة طيب الامتحان ياولاد شكله ايه بازم الله الامتحان اربع اسئلة كم سؤال ياولاد اربع اسئلة السؤال الاول هيكون عن الشركات المساهمة يبقى هيكون عن الاسهم يبقى السؤال الاول هيكون عن الاسهم السؤال التاني ياولاد هيكون اختيارات وصح وغلط اختيارات وصح وغلط وبه هيكون مشروع توزيع الارباح مشروع توزيع الارباح طيب السؤال التالت السندات احنا شفنا السندات ممكن تيجي صح وغلط ممكن تيجي اختيارات أيها وهنحل وممكن تيجي الكود يوميا هنحل بكل الطرق بإذن الله مع بعضنا النهاردة والسؤال الرابع الشركات القبضة والتابعة يبقى شكل اللي يمتحان معنا يا أولاد أربع أسئلة السؤال الأول الأسهم السؤال التاني الاختيارات والصح بمشروع توزيع الأرباح السؤال التالت السندات السؤال الرابع الشركات القبضة والتابعة يلا نرجع مع بعضنا بقى السؤال الأول يلا نكتب مع بعضنا أولاد لما يقولي تأسست شركة مساهمة برأس مال قدره أربعة مليون جنيه يبقى رأس المال كام؟ أربعة مليون جنيه مقسم إلى أسو القيمة الإسمية للسهم خمسين جنيه القيمة الإسمية للسهم كام؟ خمسين جنيه يضاف إليها أربعة جنيه رسوم إصدار يبقى أنا عندي رأس مال أربعة مليون وقيمة إسمية خمسين وهنضيف أربعة جنيه رسوم إصدار عن كل سهم بس قالي الأسهم دي بقى إيه؟ طرحت الأسهم للاكتتاب العام يعني مفيش مؤسسين لما يقولي طرحت الأسهم للاكتتاب العام يبقى مفيش إيه مؤسسين إمتى ندي المؤسسين يا أولاد؟ لو هو قالي اكتتب المؤسسين في مثلا النص اكتتب المؤسسين في 60% بقى فيهم في المسألة مؤسسين ومكتتبين طيب برافو عليكم طب افرد قالي اكتتب المؤسسين في الحد الأدنى أيوة أنا سمع ولد شاطر بيقولي الحد الأدنى 50% مستر أين برافو عليك طب افرد قالي اكتتب في الحد الأقصى أيوة الحد الأقصى كان 75% طب أنا بقولي الكلام ده يا أولاد ممكن يجي لي اكتتب في الحد الأدنى وما يقوليش النسبة فأنا أكتب 50% أو اكتتب في الحد الأقصى وما يديش النسبة أكتب 75% ممكن يجي في سؤال اختيارات او سؤال صح وغلط يبقى انتو مركزين معي طيب تسدد على اقسام جنيه جامل للرسوم هو كان قيل للرسوم بتاعت الاصدار اربعة جنيه والقس جنيه كان جنيه قسط التخصيص وعشرين جنيه قسط اول وايه واخير قال لي وقد تم الاكتتاب في الاسهم بالكامل وسددت الاقساط في مواعدة ما فيه زيادة يا ولاد طب اعرف يا مستر ايمن ان فيه زيادة ولا ما فيه زيادة منين لما يقول لي تم الاكتتاب بنسبة تغطية الاسهم مرة وربع هنا قال لي تم الاكتتاب بالكامل وسددت جامعة الاقساط ومديني بقى فاذا علمت ان مصاريف التأسيس اربعمائة الف جنيه سددت للمؤسسين بشيك وتكرر استهلاكها على اربع سنين ايوة انا سامع ولد شاطر بيقول لي مصاريف التأسيس يا مستر ايمان ليها 3 قيود في الاخرى هنعملهم كلهم طب تعالوا بقى نعمل تمهيد الحل تمهيد الحل ده هو اللي بيخليني احل المسألة صح يا ولاد نكتب بقى مع بعضينا رأس المال كان 4 مليون جنيه وقيمة الاسمية 50 طيب هنجيب بقى عدد الاسم ازاي ايوة سامع ولد شاطر بيقول لي هنقسم الاربعة مليون على الخمسين يطلع عدد الاسم 80 الف سامع طيب وقال لي 24 قسط الاكتتاب و10 قسط تخصيص و20 قسط اول واخير طيب مصاريف التأسيس بكم يا مستر ايمان ب40 الف طب رسوم الاسدار مش هما 80 الف سهم يا ولاد واحنا ناخد اربعة جنيه على كل سهم يبقى 80 الف فاربعة 320 الف يبقى فيه 400 الف مصاريف تأسيس وفيه رسوم اصدار 320 طب هاجيب اللي بيتحط في ارباحه خسائر في ملخص الدخل اللي هو مبلغ استهلاك مصاريف التأسيس كنت باجيبه ازاي اجيب مصاريف التأسيس ناقص رسوم الاسدار فين مصاريف التأسيس 400 الف فين رسوم الاسدار 320 الف وبعد كده اقسمهم على ايه مستر ايمان اقسمهم على الاربعة بقى طرحت 400 الف ناقص 320 الف طلعوا 80 الف بتاعته الاربعة دي اللي يستهلك على اربع سنين يبقى كام 20 الف جنيه تعالوا بقى نعمل الكود انا واثق ان انت حفزنهم وهترجعون معاي اول قيد يا ولاد هنروح ندفعه في البنك يبقى بقول من حساب البنك الى حساب اول قسط عندي اسمه قسط الاكتتاب يبقى من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب طب شرح الكود ده مهم اه طبعا اكتتاب هو قال لي تروحت للاكتتاب العام يبقى الاكتتاب المكتاتبين وخدت عدد الاسهم 80 الف بربطهم في كامف 24 هعملهم على الالة يطلعوا مليون 920 الف جنيه مليون 920 الف جنيه قلنا من البنك القسط الاكتتاب طب القد التاني هنقول من حساب قسط الاكتتاب الى مزكورين من حساب قسط الاكتتاب الى مزكورين ايه هما المزكورين رسوم الاسدار بـ 80 الف في 14 معنى 14 انكت الرسوم باربعة ورأس المال الـ 80 الف في 8 القسط كله وطمن القسط كله كام يا مستر 20 لكن المبلغ كله اللي هو 80 الف في الـ 24 بحطهم فوق هقول تاني القد ده تاني يا ولات من قسط الاكتتاب الى مزكورين ايه هما مزكورين رأس المال ورسوم الاسدار طب ممكن رأس المال يجي فوق ورسوم الاسدار تيجي تحت اه ما الاتنين في الا واضرب 80 الف مرة في 4 ومرة في 20 طيب القد اللي بعديه بقى عشان انا خلصت قسط الاكتتاب هخش على القسط اللي بعديه تخصيص فاقول من الى حساب رأس الى حساب رأس المال طلب كل الاقصاد كل الاقصاد كام 80 الف في عشرة جبت من هنا العشرة دي يا مستر موجودة في الاقصاد يبقى 80 الف في عشرة تطلع ب800 الف يبقى انا قلت من قسط التخصيص لرأس المال قلنا لكل قسط قدين القد اللي بعديه اقول من حساب البنك الى حساب قسط التخصيص تحصيل قسط التخصيص 80 الف في عشرة طبعا ما فيش تأخير في المسألة دي اولاد لكن ان شاء الله بعد شوية هجيب لكم لو حدت اخر قسط اللي بعديه كده اسمه قسط اول واخير يبقى قول من حساب قسط اول واخير الى حساب رأس المال من حساب قسط اول واخير الى حساب رأس المال طلب قسط اول واخير 80 الف في كام في عشرين برافو عليكم القد اللي بعديه من حساب البنك الى حساب قسط اول واخير اقول تحصيل القسط الاول واخير تمانين الف افكام في عشرين طيب مصاريف التأسيس بقى قلنا مصاريف التأسيس ونركز عليها النهاردة لها كم قيد تلات قيود نقولهم مع بعدينا من حساب مصاريف التأسيس الى حساب البنك من حساب مصاريف التأسيس الى حساب البنك اجيب مبلغة خمين موجود في التمرين يا ولاد قال لي بلغت مصريف التأسيس 400 ألف جنيه سددت للمؤسسين بشيك فشان كده قلت من مصريف التأسيس للبنك القد اللي بعد هي من رسوم الإصدار لمصريف التأسيس من رسوم الإصدار لمصريف الاي? التأسيس جبت منين التلتمية وعشرين ألف لما ضربنا عدد الأسهم اللي هم 80 ألف في الرسوم كانت كامل رسوم يا مستر 4 جنيه برافو عليكم يبقى قلت من رسوم الإصدار لمصريف التأسيس طلعت الثمانين الف اربعة بتلتمية وعشرين كده التالت بقى اللي هو من حساب ارباح وخسائر ملقص الدخل الى مصاريف التأسيس جبت منين لعشرين الف هم اربعمية لمت منهم تلتمية وعشرين الف اتبقى تمانين هو قال لي تستالق على اربع سنين فاسمت الثمانين الف على اربعة طلعت عشرين الف جنيه يبقى ياولاد مصاريف التأسيس لها قم قد نركز مع بعضنا ونقولهم مع بعضنا انا شايف طلبة بتكتب ورايا وشطرة وهتقولهم معايا نقول بقى الثلاث قويت تاني من حساب مصاريف التأسيس الى حساب البنك من حساب مصاريف التأسيس لحساب البنك هجيب مبلغ مصاريف التأسيس منين يا مستر ايمان موجود في التامنين احطه زي ما هو يقول لي بلغت مصاريف التأسيس ربعمية الف اكتب ربعمية الف مصاريف التأسيس مئتين الف اكتب مئتين الف القد التاني من رسوم الإصدار لمصاريف التأسيس من رسوم الإصدار لمصاريف التأسيس بجيب مبلغه منين أضرب 80 ألف فيه الرسوم هو قال لي الرسوم أربعة يبقى 80 ألف فأربعة بـ 320 ألف آخر قيد بقى من حساب أرباح وخسائر ملخص الدخل إلى حساب مصاريف التأسيس جبتي منين للـ 20 ألف طرحت الـ 400 نقص القيد اللي بعدينه 320 طلع 80 مبحطش الثمانين كلها بقى وشوف تستهلك على كم سنة على الأربعة تطلع عشرين الف جنيه برافو عليكم طيب تعالوا نعمل مسألة تانية على الاسهم عشان يبقى عندنا كذا فكرة على الاسهم عشان ان شاء الله لما نحل المسألة الاولى والتانية نبقى احنا لمينا كل الاجزاء بتاعة الاسهم يبقى احنا حلينا مسألة على مصاريف التأسيس والرسوم الاصدار مصاريف الايوة مصاريف التأسيس والرسوم الاصدار وهنحل دلوقتي كمان ياولاد مسألة على علاوة الاصدار ونقفلها في احتياطي قانوني ونشوف لو حد تأخر عشان نعمل قيود الايه التأخير يلا مع بعضينا نقرأ المسألة قال لي قررت شركة مساهمة زيادة رأس مالها من 4 مليون جنيه الى 6 مليون جنيه يبقى الشركة مساهمة قررت زيادتها من 4 ل 6 مليون اه لما يقول لي قررت شركة زيادة رأس المال من مبلغ لمبلغ من 4 ل 6 يبقى هشتغل على ال 4 ولا على ال 6 ولا على الفرق ايوة سامع ولد شاطر بيقول لي هنشتغل على الفرق يا مستر يعني هنشتغل على ال 2 مليون قال لي والقيمة الاسمية 200 جنيه وعلاوة 5 جنيه السمون بقى تسدد على اقصاد كما يلي 105 قسط اللي اكتتاب شامل العلاوة هي العلاوة كان بكام يا مستر بخمسة ويبقى القسط من غير العلاوة بكام بمية 70 جنيه قسط التخصيص 50 قسط اول وايه واخير قال لي تم الاكتتاب في الاسهم المصدر ما ديني نسبة بقى 6 الى 5 ووزعت الاسهم وردت الزيادة الاصحاب يعني ايه يعني اللي كان شاري 6 اسهم اعطنا له 5 اللي كان شاري 600 سهم اعطنا له 500 اللي كان شاري 1200 اعطنا له 500 قال لي طلبت الاقصاد وسددت في مواعدها مع عدل مساهم يحيى محمد كان مكتتب في 600 سهم ايوا الطلب القاعد مذاكر معايا يقول لي كلمة مكتتب يبقى لازم نجيب له ايه مخصص برافو القانون بتاعه هنجيب عدد الاسهم في المصدر على المكتتب فيه تأخر عن سداد قسط التخصيص يبقى اللي بتأخر في قسط ياولاد بتأخر في اللي بعدين بيعت اسهم المساهم يحيى بسعر 80 جنيه بلغت مصاريف البيع 400 وفوائد التأخير 200 وتم تسوية حسابه بالبنك المطلوب اجراء كود اليومية ممكن تيجي في الكود يومية ياولاد ممكن تيجي في اختيارات تعالوا بقى نلخص الاول المسألة ببياناتها بسرعة نكتب وراء بعض معنا ونكتب البيانات او نتبحها تاني بعد كده بعد شوية عاليوتيوب ونسمحها كتير عشان نحل كويس قال لي رأس المال ستة مليون ستة مليون يبقى لما يقول لي تقرر زادت رأس المال من اربعة مليون لستة مليون اخذ الفرق بقى اتنين مليون جلي طب انا عايز اطلع عدد الاسهم ايوة بنقسم رأس المال على القيمة الاسمية رأس المال لانا طلعتوا اللهم اتنين مليون على قيمة الاسمية امتين يطلع ايوة ميت الف سهم طب الاسهم المكتتب فيها بقى مستر ايو قال لي بتجيب الاسهم المصدرة هم يديني نسبة فاكرين ستة الخمسة هنضرب في النسبة الكبيرة على النسبة الصغيرة يبقى الميت الف فيه ستة على خمسة يطلع مية وعشرين الف تبقى الاسهم الزيادة كان هم كان المفروض ياخدوا مية خدوا مية وعشرين يبقى فيه زيادة كام عشرين الف برافو عليكم تاني جبت المكتتب فيه ازاي خدت عدد الاسهم المصدرة دربتهم في النسبة الكبيرة على النسبة الصغيرة ممكن يديني يقول لي مية وعشرين على مية باضرب في مية وعشرين على مية ممكن يقول لي مرة وربعة يبقى واحد خمسة وعشرين في الرقم عدد الاسهم المصدرة طيب جبت الزيادة ازاي هما كان المفروض يخدوا مية خدوا مية وعشرين يبقى هما اكتتبوا في الزيادة بكم يا مستر ايمن بعشرين الف طيب في واحد اتأخر اسمه يحيا بس كان مكتتب احنا اتفقنا لمكتتب ده ياولد نعمله ايه نخصصه نجيب له المخصص يبقى الاسهم المخصصة اليحيا بس ياولد لو جاب لي المخصص جاهز اقول له شكرا يعني لو عطاني عدد الاسهم جاهزة قال لي يحيا ده مخصص له ستمائة سه اقول له شكرا قد ترخيرك جبتلي جاهز او ايه تاني ياولاد لو ما في الزيادة لو ما في الزيادة يبقى المكتتب هو هو المخصص يبقى ما في الزيادة يبقى المكتتب هو المخصص ماقولش المسألة فيها حاجة غلط فيها حاجة نقصة لا اصلا ما في الزيادة يبقى اللي اكتتب فيه هو اللي خده طب و ايه تاني اكتالت يا مستر قال لي لو قال لي من المؤسسين المؤسس برضو اللي اكتتب فيه ياخده يهو اللي اتخصص له يبقى لو قال لي مكتتب انا بجيب له مخصص طب امتى ما جيبشه مخصص في تاني المخصص جاهز حالة تانية طب الحالة التالتة لو قال لي من المؤسسين لو قال لي من المؤسسين يبقى هو المخصص هو المكتتب او قال لي يملك او قال لي عن ستمائة سهل برافو عليكم انا حاسس ان انتو مركزين معي يبقى ناخد بقى المسامل الياحية الاسم المتأخر فيها في المصدر على المكتتب فيه هو كان متأخر في كام يا مستر ايمان في ستمائة في المصدر اللي هم الميت الف على المكتتب فيه مية وايه مية وعشرين الف تعالوا بقى نحل مع بعضنا القيود اليومية ايوة من حساب ايه من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب الاكتتاب كان بقى ايوة الكبير زي ما كنت بقول لكم طول الحلقات اخوكم الكبير الاكتتاب في مية وعشرين الف سهم في قسط الاكتتاب مية وخمسة هقول القيود ده تاني من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب الاكتتاب هناخد المية ولا المية وعشرين مية وعشرين في مية وخمسة اضرب مية وعشرين في مية وخمسة على الالة اولاد محلهاش بنفسي تطلع مليون ميتين وستين الف جنيه الكود التاني بقى لقلت الاول من البنك الكست الاكتتاب الكود التاني من حساب كست الاكتتاب الى مزكورين ايه هما مزكورين رأس المال وعلوة الاصدار طب هشتغل على المية وعشرين ولا على المية ايه وعلمية ما خلاص المكتتب فيه الكود التاني بناخد المصدر المية الف سهم في مية والمية الف في خمسة مية الف بمية بعشرة مليون والمية الف في خمسة بخمسمائة الف كلهم يبقى عشرة مليون وخمسمائة الف الكود اللي بعديه اسمه كيد رد الزيادة ايوة بنعكس الكود الاولاني من حساب كست الاكتتاب الى حساب البنك رد الزيادة ايوة عشرين الف في مية وخمسة تطلع ميتين وعشرة الف اوعى نمسى كيد العلاوة أيوة سامع بنت شطرة بتقول من علاوة الإصدار إلى حساب احتياطي قانوني جبنا منين الخمسمائة ألف ضربنا المئة ألف في خمسة يبقى كدل دوت من علاوة الإصدار إلى حساب احتياطي إيه قانوني نعمل قسط التخصيص قسط التخصيص هنعمله كتط طلب وكتط حصيل بقى من حساب قسط التخصيص إلى حساب رأس المال طلب المئة ألف كلهم في السبعين بيتأخر في الطلب ولا بتأخر في التحصيل يا ولات ايوا بتأخر في التحصيل فلما اجي حصل بقا اقول من البنك القستل تخصيص المفروض حصل المية بس فيه واحد اسمه ي centralized في 600 احنا طلعنا له المخصص 500 يبقى الميت الف نقاس ال500 في 8 القست اللي هو كام 70 وقلنا اللي بتأخر في التخصيص هتأخر في اللي بعديه اللي بعديه بقا من قست اول واخير لرأس المال هتأخر في قد الطلب ولا في قد التحصيل ايوا في قيد التحصيل قيد الطلب عادي خالص اقول لها الخمسين في الميت الف اللي بعدي بقى اقول من البنك لقصة اول واخير تحصيل ميت الف ناقص الخمسمية في كام في خمسين هنبيع بقى الاسهم هنبيع بقى قيد بتلات قيود هنبيع بقى قيد تلات اول قيد من مصاريف البيع الى حساب البنك بكم مصاريف البيع او اقل في المسألة بتمنمائة جنيه طيب سعر البيع بقى السهم كان بخمسين هنقول من حساب البنك خمسمية في تمانين بقى باربعين الف هنسيب سطر فوق يا ولاد ونشوف مسألتنا هتمشي ازاي يعني حساب المسألة المتأخر ده هسيبه شوية لانا عامله بالاسويت ده هنقول ايه مذكرين هو اتأخر في قصة التخصيص خمسمية في سبعين وقصة اول واخير خمسمية في خمسين ومصاريف في البيع وفوائد الايه التأخير جمعت دولا لقيتهم اكتر من الاربعين الف اكتر بكان بعشرين الف وستمية يبقى المساهم يجي فوق عشان عليه انا جمعت دولا لقيتهم ستين الف وستمية طب وهو كان ليه اربعين الف يبقى لسه عليه عشرين الف وستمية اقول المساهم المتأخر القدر اللي بقى ده من البنك للمساهم المتأخر عشان هيسدد من البنك للمساهم الايه المتأخر كده ده السؤال الاول يا ولاد تعالوا بقى نعمل السؤال التاني السؤال التاني هيبقى ايه يا ولاد هيبقى مشروع توزيع الارباح طيب مشروع توزيع الارباح ده عبارة عن ايه عبارة عن جدول تستيرته معروفة ومن الاسئلة السهلة جدا في الامتحي انا هنركز مع بعضين عشان نعرف بيتحل ازاي مشروع توزيع الارباح هبتدي بصافر ربح يبقى نبتدي بايه بصافر ربح هناخد منه اتنين احتياطي احتياطي قانوني واحتياطي نظام احتياطي قانوني واحتياطي نظام احتياطي قانوني ليه حد ادنى اه ما يقلش عن كم في المية خمسة في المية برافو عليكم طب الاحتياط النظامي لا هو لازم يديني نسبته حسب نظام الشرك يبقى نبتدي بصافر ربح هناخد منه اتنين احتياطي احتياطي قانوني واحتياطي نظامي بعد احتياطي قانوني واحتياطي نظامي هنعمل دفعة اولى للمساهمين والعملين كم في المية سبتة لا بتزيد ولا بتقل كم في المية برضو خمسة في المية يبقى الدفعة الاولى كم في المية خمسة في المية دي للمساهمين والعملين بس هتتخذ منين؟ من رأس المال المدفوع من رأس المال الايه المدفوع لانه ممكن يديني رأس مال مرخص بيه ورأس مال مصدر ورأس مال مدفوع يبقى اخذ من المدفوع لكن لو عطاني رأس مال واحد شكر يبقى بيتخذ من رأس المال الايه المدفوع طب الدفعة الاولى بتاعت المساهمين والعملين بتتسدد للمساهمين والعملين نسبة المساهمين كام والعمال كام ايوه برافو على الولد الشاطر قال لي النسبة سبتة 90 و 10 90 للمساهمين و 10 للعمال اللي از الشركة عايزة تدي ازياد للعمال فبناخد من المساهمين يعني ايه يا مستر آي يعني لو عايزة تدي 15 للعمال يبقى تاخدل 5 هزيادة دي من المساهمين يبقى المساهمين يبقى 85 و 10 و 10 و 10 للعب حصة ايه اضافية و 10 ايه نسبتهم كم في المية عشرة في المية ده الحد الاقصى طب ممكن يبقوا تمانية سبعة ينفع بس الحد الاقصى كم عشرة في المية بعد كده بنعمل دفعة تانية للمساهمين والعملين منين من رأس الايه المال طب لو فيه احتياط تجديدات احتياط طوارق بعملوا برضو بعد الدفعة التانية بس كان فيه شرط ان انا ماكنش استعانت بارباح العامل ايه الماضي تعال نركز مع بعضنا نحل مسألة عشان نسبت المعلومة بيقول لي ايه بقى شركة مساهمة يتكون رأس مالها من 20 الف سهم كم الاسمية مية بس مدفوع 60 يبقى لما اجيب رأس المال هضرب العشين الف في الستين فيطلع رأس المال 12 مليون جنيه بعمل بي ايه الدفعة الاولى والدفعة التانية رصيد الارباح من السنة الماضية 240 الف ارباح العامل الماضية دي بعمل بها ايه يا مستر ايمن بستعين بيها لو الفلوس ما كفتش لكن الارباح العامل حالي 2 مليون هي دي اللي ابتدي بيها المسألة ابتدي بارباح السنية دي 2 مليون توزع الارباح تبقى للقواعد والمقترحات من مجلس الادارة واعتمدها من الجامعية العامة هو قال لي هون نسب يا ولاد 5% احتياط قانوني 5% احتياط انظامي اعطاني الدفعتين 12 يبقى الدفعة الاولى 5 والباقي دفعة تانية 7 طب لو قال لي 11 يبقى 5 و 6 توزع للمساهمين والعملين دفعة اولى وايه وتانية و 10% لاصحاب حصص التأسيس و 10% مكافئة اعضاء مجلس الادارة وترحيل ما يتبقى من ارباح لحساب احتياط تسوية الارباح هيطلب مني ايه بقى بيطلب مني حاجتين مشروع توزيع الارباح وحساب توزيع الارباح تعالوا يا ولاد الاول نجيب رأس المال رأس المال المصدر عبارة عن 20 الف في مية ايوه بيكان بعشرين مليون جنيه مش هستقيم مش هعمل به حاجة هجيب رأس المال الايه المدفوع 200 الف سهم في 60 يطلع 12 مليون جنيه رأس المال المصدر اللي هشتغل به ولا المدفوع المدفوع هعمل منه الدفعة الايه الدفعة الاولى والتانية طب هو الدفعة الاولى والتانية 12 اوزحهم ازاي سامع بنت شطرة بتقول لي ما الاولى انت قلت سبتة 5 يبقى 5 الدفعة الاولى حسب القانون والباقي كام 7% باقي الـ 12 طيب تتوزع كام للمساهمين ما قالش نسبة تتوزع يبقى طبقا لما ينص على طريق التوزيع طالما لما ينص على طريق التوزيعها للمساهمين والعاملين قد 90 للمساهمين و 10% للعاملين طيب تعالي حل مع بعضنا مشروع توزيع الارباح يلا مع بعضنا كده نكتب هنبتدي بصافر ربح كام صافر ربح يا مستر ايمان 2 مليون احطه هنا جبته منين صافر ربح موجود في المسألة بانا بدور على صافر ربح واكتبه في الخانة 2 مليون جنيه عايز يشيل منه اول حاجة احتياطي قانوني قلنا اللي احتياطي القانوني كام في المية 5% بقولي 2 مليون في 5 على 100 جبنا منين المية عشان في المية يبقى 2 مليون يبقى 2 مليون في 5 على 100 تساوي 100 ألف حطهم في الخانة دي واعملوا الاحتياطي النظامي 2 مليون في 5 على 100 تطلع 100 ألف 100 و 100 بقوا كام يا أولاد 200 200 من اللي 2 مليون يبقى انا عندي 2 مليون واكتب الاول الرقم الكبير يبقى 2 مليون ناقص 200 ألف يديني الأرباح البقية مليون و 800 ألف طب ليه مستر ايمان نكتب ليه ما عندنا المتين ألف والقول ناقص 2 مليون هتطلع عندي بالسالب فلما اجي اعمل الخطوة اللي بعدية واقول سالب تاني اللي قالها هتجمع الأرقام فتطلع غلط يبقى خلي بالي من الإشارات لما اجي أطرح أكتب الأول الكبير وأطرح منه الصغير عشان تطلع الرقم بالموجة يبقى 2 مليون ناقص 200 ألف يطلع مليون و 800 ألف أيوة بعد الاحتياط القانوني والاحتياط النظامي نعمل ايه؟ برافو عليكم نعمل الدفعة الأولى للمساهمين والعاملين قلنا نسبتها سبتة كم في المية؟ 5% من رأس المال المدفوع قلنا رأس المال المدفوع 12 مليون جنيه في 5 عالمية هيطلع 600 ألف جنيه طيب 600 ألف دي قدي كم للمساهمين والعمال؟ أيوة قدي 90 للمساهمين و 10 للعمال يبقى أنا جبت 12 مليون في 5 عالمية تطلع 600 ألف أخدوا 600 ألف دي أولاد هي دي 600 ألف اللي طلعت أضربها في نسبة المساهمين نسبة المساهمين كم؟ 90 علامية بقى 600 ألف في 90 علامية تطلع 540 ألف طيب نصيب العمال 600 ألف في 10 علامية تطلع 60 ألف أعمل إيه؟ أجمع 540 زائد 60 تطلع 600 أطرح مليون وتمنمائة ألف ناقص الستمائة ألف فتطلع مليون و 200 ألف جنيه أسميهم الأرباح الباقية جبتهم منين المليون و 200 ألف أجيب المليون وتمنمائة دولار ناقص الستمائة ألف الستمائة ألف اللي هما مجموع المساهمين والعمال يبقى مليون وتمنمائة ألف ناقص ستمائة ألف وطلعت مليون و 200 ألف أسميهم الأرباح الباقية طيب هعمل بعد كده الخطوة رقم أرباح أرباح حصص التأسيس كم في المية؟ قلنا لحد الأقصى عشر بجيبهم منين من الباقي ده أخذ الباقي الباقي اللي هو كم يا مستر أيمن اللي هو مليون و 200 ألف في كم؟ في عشرة على مية يبقى مليون و 200 ألف في عشرة على مية يطلع مية وعشرين ألف طيب ومكافئة أعضاء مجلس الإدارة نفس الرقم مليون و 200 ألف في عشرة على مية يطلع مية وعشرين ألف مية وعشرين ومية وعشرين يبقوا كام؟ ميتين واربعين ألف أطرح مليون وميتين ألف ناقص ميتين واربعين ألف طلعت عندي كم هي؟ مش باينة شوية تسعمية وستين ألف طيب بعد ما عملت الخطوة رقم ستة اللي هي أرباح حصص تأسيس ومكافئة مجلس الإدارة دفعة تانية للمجلس كانت نزل برضو من رأس المال الإيه؟ المدفوع رأس المال المدفوع مليون وميتين ألف في كام على مية؟ سبع على مية تطلع تمنمية واربعين ألف قدي كام للمساهمين وكام للعمال؟ تسعين للمساهمين وعشر للعمال أنا زي ما وزعت الدفعة الأولى فوق أوزع تحت يبقى تمنمية واربعين ألف في تسعين على مية يبقى سبعمية ستة وخمسين ألف تمنمية واربعين ألف في عشر على مية تديني أربعة وتمانين ألف طب نجي من نبني التمنمية واربعين ألف دي يا مستر لما ضربنا المليون اللهم اتنشر مليون دولار لهم رأس المال المدفوع في سبع على مية طلع تمنمية واربعين ألف في تسعين على مية وتمنمية واربعين ألف في عشر على مية طلع سبعمائة ستة وخمسين وده طلع أربعة وتمانين ألف أجمع الاتنين يبقى تمنمية واربين ألف يطلع يرحل العام القادم الباقي بقى مية وعشرين ألف يسميه يرحل العام القادم احتياط تسوية أرباح تعاني أعمل حساب إيه بقى؟ توزيع الأرباح حساب سهل خالص أوليد أنا بعمل إيه؟ بنقل اللي أنا حليته أحطه في حساب توزيع الأرباح يعني ما بحلش حاجة تاج أنا بنقله كان صف الربحة كام اتنين مليون جنيه حطته في الجانب الداين ونزل زي ما هو اتنين مليون طيب المية ألف اللي رقم اللي طلع عندي احتياط قانوني أروح كاتبه مية ألف يبقى هنقل احتياط قانوني وحتياط انظامي والمساهمين والعمال والمكافأة وعضاء مجلس الإدارة والتأسيس والاحتياط تسوية الأرباح ونقل الأرقام بقى احتياط قانوني كان بكان بمية وحتياط انظام بمية طيب الرقم ده جي منين بقى اللي هو أرباح المساهمين أجمع الدفعتين الدفعة الأولى والدفعة الثانية أشوف خدوا كان في الدفعة الأولى وخدوا كان في الدفعة التانية أجمع الدفعتين يبقوا مع بعض أرباح المساهمين والعمال والعمال بقى اجمع برضو اللي خدو في الدفعة الاولى وخدو في الدفعة التانية ومكافئة مجلس الادارة المية وعشرين الف ومكافئة اصحاب حصص التأسيس مية وعشرين الف واحتياط تسوية الارباح الرقم اللي باقي اجمع يا ولاد لازم اللي اتنين مليون بتعصف الربح هما اللي توزعوه واللي فضل هما اللي اتنين مليون يبقى لما اجمع دولة كلهم لازم يديني الاتنين مليون يبقى انا حلت صح وكويس تعالوا نحل مسألة تانية على مشروع انا عارف ان انتو اكيد حل مسألة تانية قال لشركة مساهمة رأس مالها المصدر والمدفوع تلاتة مليون جنيه رأس مالها المصدر والمدفوع تلاتة مليون اللي هو عبارة عن ستين الف ساهم كما الاسمها خمسين قلنا نجيب ايه من رأس المال المدفوع الدفعة الاولى والدفعة التانية يبقى بنجيب من 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 رأس المال المدفوع بنجيب ايه بنجيب الدفعة الاولى والدفعة الايه التانية وبعد كده حقاقت الشركة ارباح صفية قدرها تمنمية الف ده صف الربح اللي ابتدي بيه المسألة وفيه ارباح العام الماضي مية الف بعمل باقي ارباح العام الماضي لو الفلوس ما كفتش يا ولاد بضيف المية الف دي على الباقي عشان اوزع منه الدفعة التانية شوف هنا بقى ما عطنيش بقى النسب بس انا عايف انتو شاطرين هتقولوها قال لي احتياطي قانوني ومكافئة مجلس الادارة والدفع الاولى حسب النسب التي نص عليها القانون على مهل كده بقى قال لي احتياطي قانوني النسبة اللي قال عليها القانون كام في المية؟ خمسة في المية برافو عليكم طب ومكافئة مجلس الادارة الحد الاقصى بتاعها كام؟ عشرة في المية والدفع الاولى كام؟ خمسة في المية يبقى لو ما عطنيش وكتب لي حسب النسب التي نص عليها القانون انا احفظهم واكتبهم على طول وينص نظام الشركة على حجز عشرة في المية من صف الربح احتياطي نظامي يبقى هو عطني عشرة في المية احتياطي نظام وقال لي فيه دفعة تانية ما هو لازم يديني ما قال لي دفعة الاولى خمسة يبقى الدفعة التانية هو اللي مدها لي هي توزع تمانية في المية دفعة تانية المسامين والعملين وفيه 10% أرباح حصص تأسيس ومديني 30 ألف جنيه حتاة طوارئ ام تعمل حتاة طوارئ لو أنا ماستعنتش بأرباح العام الماضي ويرحل البقل العام القادم لحساب تسوية الأرباح طب طالب مني إيه قال لي بطلب منك مشروع توزيع الأرباح وحساب توزيع الأرباح علما بأن الجمعية العمومية وفقط على اقتراح مجلس الإيه الإدارة تعالوا أولاد نحل مع بعضنا مشروع توزيع الأرباح قلنا نبتدي بصاف الربح صاف الربح المرادة 800 ألف المرة اللي فات كانت 2 مليون زي ما يدهلي في المسألة الشركة كسبت 2 مليون هنوزع لـ 2 مليون الشركة كسبت 800 ألف نوزع 800 ألف يبقى صاف الربح 800 ألف هو قال لي أخد أول حاجة حتاة قانوني بس ما كانش مديني النسبة بس قال لي حسب ما ينص على القانون احنا عرفنا لحد الأدنى 5% يبقى أقول 800 ألف في خمسة على الآلة على مية هتطلع 40 ألف احتراط النظامي هو كان مديني 10% يبقى أقول 800 ألف في 10 على مية تطلع 80 ألف أجمع الـ 40 ألف زائد الـ 80 ألف تديني 120 ألف أرجع بقى أكتب الـ 800 كلهم ناقص المية وعشرين ألف تديني الأرباح الباقية بـ 680 ألف جنيه بعد كده أعمل الدفعة الأولى للمساهمين والعملين وإحنا قلنا الدفعة الأولى سبتة ما بتزيدش ولا تقل عن كم في المية عن خمسة في المية يبقى هنضرب في رأس المال المدفوع رأس المال المدفوع كام؟ 3 مليون في كام على مية؟ في خمسة على مية طلعت 150 ألف يا مستر أيمن قدي كام للمساهمين وكام للعمال 90 و10 يبقى أضرب الـ 150 ألف في 90 على مية تطلع 135 ألف والـ 150 ألف في 10 على مية تطلع 15 ألف أجمع الـ 135 والـ 15 لازم تديني الـ 150 دي هي هي أرجع بقى أكتب الرقم الكبير 680 ألف ناقص الـ 150 ألف تديني الأرباح الباقية 430 ألف جنيه نكمل 10% مكافئة مجلس الإدارة منين من البيئة؟ البيئة اللي هو 430 ألف في 10 على مية تطلع 43 ألف زي ما عملت مكافئة مجلس الإدارة أعمل أرباح بقية 344 ألف جنيه بسيب سطر تمالي أولاد هنا عشان لو جيت أعمل الدفعة التانية والفلوس ما كفتش أستعيم بأرباح العام الماضي أضيفها هنا لكن لو الفلوس كفت خلاص طيب هو كان مديني في المسألة كم في المية دفعة تانية 8% برضو بجيبها من رأس المال المدفوع اللي هو 3 مليون في 8 على مية طلع 240 ألف أدي كامل المساهمين وأدي كامل العمال 90 للمساهمين و10 العمال يبقى 240 ألف في 90 على مية و 240 ألف في 10 على إيه على مية ده يطلع 216 ألف وده يطلع 24 ألف أجمع يديني 240 ألف أرجع أكتب الرقم الكبير 344 ألف ناقص 240 ألف طلع 104 ألف أرباح بقية فيه فلوس متبقية وما استعمتش بأرباح العام الماضي أخد بقى احتياط طوارئ هو كان من دولي في المسألة بـ 30 ألف أقول 104 ألف ناقص 30 ألف يبقى الأرباح اللي يباق اللي يرحل للعام القادم 74 ألف جنيب يسميه احتياطي تسوية الأرباح نعمل حساب توزيع الأرباح اتفقنا بنعمله إزاي حساب التوزيع منين؟ اللي احنا حلينيه هنحط في الجانب الداين 800 ألف اسمهم أرباح العام الحالي أو صف الربح وينزلوا زي ما هم في الآخر 800 ألف أنقل بقى احتياطي قانوني أنا حسبتو طلع 40 ألف احتياطي نظامي حسبتو طلع 80 ألف أجمع المساهمين مع بعض أرباح المساهمين الدفع الأولى كانوا 135 والدفع الثانية كان 216 ألف جمعتهم على بعض طلعوا 351 ألف طب وأرباح العاملين أجمع الدفع الأولى خدوا 15 والدفع الثانية خدوا 24 يبقوا 39 ألف بعد كده أرباح حصص تأسيس بعد كده مكافئة مجلس الإدارة والإتنين تمالي بيبقوا رقمين زي بعض ليه لأنه بيبقى 10% من الباقي فبطلعه زي بعض واحتياطي الطوارئ اللي هو 30 ألف اللي أنا عملته جديد النهار والباقي بقى اللي هو 74 ألف واحتياطي تسوية الأرباح لو بيرحل العام القادم أجمعهم هنا 800 ألف لازم يبقى أدل لهنا 800 ألف جنيه كده يا أولاد إحنا رجعنا كم مسألة مع بعضينا رجعنا مسألتين مع بعضينا مسألة الأسهم أيوة مسألة الأسهم وخدناها بفكرتين فكرة لما يديني مصاريف تأسيس وقلنا مصاريف التأسيس لها 3 قيود وعايزة كل نهاردة تركزوا على المسألة الأولى دي كويس أو مصاريف التأسيس لها كم قيد لها 3 قيود وخدنا قيدها كلها وخدنا مسألة على علاوة الإصدار عشان أفكركم بيها يبقى حليني سؤالين على الأسو وحليني سؤالين كمان على مشروع التوزيع قلنا لو عاطيني النسب هو جاهزة في المسألة اللي احتياطي قانوني 10 واحتياطي نظامي وكل حاجة وحليني واحدة تانية لو ما عاطنيش النسب وأنا بجيبها من عندي وان اللي احتياطي القانوني ما يقلش عن 5 احتياطي نظامي هيدهلي في المسألة الدفعة الأولى 5 المكافأة وارباح تحسس تأسيس الحد الاقصى 10 وبعد كده الدفعة التانية هيدهلي ولو مديني ارباح العام الماضي طيب السؤال التالي ده بيبقى ايه يا مستر ايمن بيبقى سندات ممكن يجو الكيود يومية وممكن يجو اختيارات او صح وغلط ركزوا معي لان انا لو فهمت وبيتعامل ازاي خطوات يجيلي بقى صح وغلط يجيلي اختيارات ما انا فهم الخطوات احل الخطوات وبعد كده اختار صح او احل لها صح وغلط او اعمل الكود بتاعاتك يلا مع بعضنا السؤال السندات بيقول لي ايه في واحد واحد 2009 اصدرت احدى الشركات المساهمة 100000 سنة كما اسمها 50 جنيه بحاجة بخمسين بيعتها بستة قيمة السند مرة واحد السندات بالكامل يبقى في علاوة ولا في خصم كده حاجة بخمسين بيعتها بستة وخمسين ايوة علاوة المطلوب اجراء كود اليومين عايز كود الاصدار بس ياولاد يلا انا عارف ان انتوا حفظين كود الاصدار يبقوا من حساب البنك الى حساب المكتبين في السندات واقول الاكتتاب في 100000 سند في ستة وخمسين قد التاني من حساب المكتبين في السندات الى مذكرين قرد السندات وعلاوة اصدار السندات 100000 في الخمسين لوحدية و100000 في كام في ستة طيب افرد بقى عايز الفايدة يا مستر خلي بالكم هنعمل وحدة بخصم بقى ففي واحد واحد الفين وتسع اصدرت احدى الشركات المساهمة خمسين الف سند يبقى عدد السندات كان خمسين الف سند يعتى معدل فايدة اتناشر في المية سنوية بقيمة اسمية كان 30 جنيه وبسعر اصدار كام 25 حاجة بتلاتين بعناها بخمسة وعشرين يبقى في علاوة ولا خصم خصم خمسة جنيه برافو عليكم على ان تسدد السندات مرة واحدة وتم الاكتتاب في السندات المصدرة علما بان السندات سترد بعد كام سنة اربع سنة المطلوب باجراء كيود الايه اليوم بس اولاد الاول لازم اطلع خصم الاصدار الكمة الاسمية ناقص سعر الاصدار 30 ناقص خمسة وعشرين يبقى فيه الخصم كام خمسة تحا نعمل الكيود بتاعت الاصدار هقول من حساب البنك الى حساب المكتتبين في السندات طب هنضرب عدد السندات في الثلاثين ولا في الخمسة وعشرين في الخمسة وعشرين مهم ما دفعوش الا خمسة وعشرين يبقى قلت من البنك للمكتتبين في السندات الكود اللي بعضين من مصكورين ايه هم المكتتبين في السندات اللي هم الخمسين الف في خمسة وعشرين وخصم اصدار السندات اللي هم الخمسين الف في الخمسة الى حساب ايه برافو كارد السندات بس هضرب في الكارد في كام في الثلاثين كلهم يبقى حلنا مسألة لو في علاوة وحلنا مسألة لو في ايه خاص تعالوا بقى نحل مسألة لو في فوائد مع علاوة هنعمل كود الفايدة بس اصدرت احدى الشركات المسامة 20 الف سنة بفايدة كم في المية 15% بقيمة اسمية 100 وسعر اصدار 120 ويرد القرد بعد اربع سنين المطلوب اجراء الكود اليومية بتاعت الفايدة السنة فاكرين ياولاد احنا طول الحلقات في التلفزيون كنا بنعمل للسندات دي خمس خطوات كنا بنجيب قرد السندات بنضرب عدد السندات في الكيمة الاسمية عدد السندات اللي هم كام 20 الف 200 ويطلعوا 2 مليون بعد كده بنجيب فايدة السندات 2 مليون في 15 عالمية طلع 300 الف بعد كده نجيب علاوة الاصدار هم كانوا بكام 120 نقص 100 طلعت العلاوة بعشرين هنجيب علاوة الاصدار عن السندات كلها اللي هم لعشرين الف في عشرين يطلعوا 400 الف وطلع حاجة اسمها ما يخص السنة اللي هي اسمته نصيبي علاوة الاصدار ما يخص السنة يبقى 400 الف على الاربع يبقى 100 الف طب هجيب حاجة اسمها فوائد السندات اللي هي العبء الحقيقي اطرح التلتمية الف اللي هي الفايدة نقص ما يخص السنة اللي هم المية الف يطلع ميتتين الف طيب حد فاكر قيود الفايدة كم قيد ايوه اربع قيود يلا نقولهم مع بعضين من فايدة السندات الى حساب حملت السندات والفايدة انا متلحب كان بتلتمية الف لما ضربت القرط في الخمستاشر عالمي من فايدة السندات الى حساب حملت السندات اثبات الفايدة الكودة اللي بعدين من حساب حملت السندات الى حساب البنك يبقى من الفايدة السندات لحملت السندات ومن حملت السندات الى حساب البنك نفس المبلغ 300 ألف الكودة اللي بعدين من حساب علاوة الاصدار الى حساب فايدة السندات من علاوة الاصدار الى حساب فايدة السندات بكان بـ 100 ألف بعد كده الكودة الرابع من حساب الأرباح والخسائر ملخص الدخل لفايدة السنة تجيبنا منين بقى المتين ألف بجيب الفايدة التلتمية أطرح ما يخص السنة من مية يطلع العبء الحقيقي بمتين تلتمية ناقص مية تطلع متين بنقول تحميل الفايدة على حساب أرباح وإيه وخسائر ده كان السؤال الكام يا أولاد التالت يبقى السؤال الأول كان الأسوء معايا والسؤال التاني كان مشروع توزيع الأرباح والسؤال التالت كان لإيه السندات هناخد بقى فكرة عن السؤال الرابع كمان مع بعضينا اللي هو الشركة القبضة والشركة الايه التابعة يبقى خدنا كل السندات هناخد بقى الشركة القبضة والشركة التابعة ده السؤال الرابع وإذا فاض وقت معنا في الحلقة كمان هنعمل شوية اختياراته صح وغلط عشان نتضرب بس خلي بالكو شؤال شركة القبضة والتابعة ده من الأسئلة السهلة جدا في الامتحان هو بيديني جدول أنا بنقله كما هو بغاية رقم الخزنة بس بعد ما اعمل قد الاستثمارات معايا كده مع بعضينا الشركة القبضة والتابعة ده بيبقى السؤال الرابع بيبقى مديني جدول كده في الامتحان كاتب للشركة القبضة والشركة التابعة هو عايز يدمج الشركة التابعة مع الشركة القبضة ويعملهم شركة ايه واحد فاحنا بنعمل ايه؟ اول خطو بننقل نفس الجدول ده في قرصة الإجابة بس بنغير رقم الخزنة يعني الخزنة لو مكتوب ستمائة الف واشترى حاجة باربعمية يبقى الخزنة امتين ونقول للإستثمارات في الشركة التابعة باربعمية يبقى هننقل الجدول اللي هيدهلي في قرصة الأسئلة في ورقة الأسئلة في قرصة الإجابة هنغير الخزنة بس وبعد كده نكتب كود الاستثمارات وبعد كده نكتب ندمج الاتنين مع بعضين يلا نحل مع بعضين المسألة بيقول لي في 31-12-2017 كانت ميزانية الشركة القابضة سين والشركة التابعة صاد قبل قيام الشركة القابضة سين بشراء كل الأسهم الشركة التابعة صاد نقضة يبقى اشترط شراء الأسهم كلها نقضة وكانت الميزانية مديني بقى الشركة القابضة هي وصول سبتة تسعمائة ألف وهنا ربعمائة ألف النقضية في الخزينة دي مليون ودي بـ 300 ألف خلي بالكم الرقم اللي هتغير المليون ده يا أولاد هشوف اشتراها بكام واطرح من المليون وان النفس الجدول تاني واصول متداولة هنا بـ 400 وهنا 200 دولة مجموحهم 2 مليون و300 ألف ودولة مجموحهم 900 ألف هو اللي جامع أنا ما بجمعش دي شكل المسألة يعني المسألة هتدالي في جدول كتر ورأس المال الأسهم ده مليون وده 350 ألف اللي احتياطيات 500 ألف و150 ألف وخصوم مختلفة ده 800 ألف وده 400 ألف يطلع دولة مجموحهم 2 مليون و300 ألف وتسعمائة ألف بقول لي إيه بقى قامت الشركة القبضة بشراء كل الأسهم الشركة التابعة بـ 500 ألف جنيه نقدان مش هما مليون هشترب كام بـ 500 ألف يبقى كام بـ 500 ألف يبقى هنقل نفس الجدول هغير المليون دي هخليها 500 وحط سطر فوقيها واكتب الـ 500 ألف دي الاستثمارات في شركة تابعة بس دي أول خطو دي أول كت بقى هو ياوليد ده قد الشراء مش انا اشتريت الشركة بـ 500 ألف اكتب كده من حساب الاستثمارات يبقى أنا هستثمر في شركة تابعة بكم ألف بـ 500 ألف الى حساب النقدية في الخزينة بـ 500 ألف بعد كده انقل نفس الجدول هو هو بنفس أرقامه معدى بقى الخزنة كان فيها مليون ايوة حطيت الخمسمية كما هي وحطيت الخمسمية التانية قلت استثمارات في شركة تابعة يبقى بنقل نفس الجدول كما هو اهي الأصول السبتة بنفس الأرقام لكن الخزنة كان فيها مليون اشتريت بـ 500 يبقى خليت 500 استثمارات في الشركة تابعة والـ 500 التانية في الخزنة ونقلت الجدول كما هو أصول السبتة والاستثمارات والخزينة وأصول متدولة ورأس المال وحتيات وخصوم طب نجمع يا مستر أيمان لا ننقل نفس المجميع لفرقة الأسئلة ولا بجمع ولا اي حاجة يبقى الجدول هنقله كما هو هشوف الخزنة فيها كام واشتريت بكام وحط الباب طيب قد بقى التسوية احنا يا أولاد بنشتري ايه بصوا بقى بنشتري ايه من الشركة بنشتري من الشركة التابعة رأس المال ولا احتياطي رأس المال ولا ايه ولا احتياطي اللي هم دولة طب رأس المال بكام 350 و150 وأنا اشتريت بـ 500 يبقى ما فيش لمشاكل ولا حاجة حاجة بـ 500 اشتريتها بـ 500 طب افرد بـ 500 وانا اشتريتهم المية دي من الفرق ده بنسميه ايه قال لي بتسميه شهرة محل بتسميه شهرة شهرة عشان حاجة اشتريتها بأزيد طب افرد دولة 500 وانا اشتريت بـ 450 يبقى فيه احتياطي رأس مالي خمسين الف يبقى فيه احتياطي رأس مالي خمسين ايه الف طيب تعالي نعمل مع بعضينا قد التسوية هنقول ايه بقى من مزكورين رأس مالي الاسو واللي احتياطي ده كم بكم يا مستر ايمان بـ 350 واللي احتياطي بـ 150 اشترينا الشركة التابعة بكام بـ 500 1100 طيب قيمة التسوية هنقل نفس الارقام هي هي بس هزود خانة اسمها التسويات مدين وداين تعالنا نعرف التسطيلة بتاعتها بقى هنعمل خانة اسمها البيان وخانة اسمها مزانية الشركة القبض وخانة اسمها مزانية الشركة التابعة والتسويات مدين وداين والخانة الاخيرة اسمها قائمة المركز المالي المجمعة انقل من المسألة اللي موجودة عندي وصول سبتة بتسعمية وفي التابعة بربعمية استثمارات في الشركة تابعة بخمسمية والخزنة فيها خمسمية وكانت في التابعة بثلتمية وصول متداولة هنا بربعمية وهنا بمتين الإجمالي زي ما هم رأس المال حطته زي ما هو التسويات ده بقى جيبتهم منين المدين والدين اللي هو كان في القيد كان في القيد رأس المال واللي احتطتهم في المدين وفي الاستثمارات في الشركة التابعة جات في الدين حطتها في الدين طب بجيب خانة قيمة المركز المالي المجمع ازاي اجمع تسعمائة الف وربعمائة الف مليون وثلتمائة الف هنجمع كله بقى يا ولاد يطلع اتنين مليون وكام وسبعمائة الف ده السؤال رقم كام في الشركة في المسألة في الامتحان ده السؤال الرابع في الامتحان انا عارف ان وقت الحلقة للمراجع قليل كان عندي اسئلة كتيرة كنت كان نفسي نحلها مع بعضينا اسئلة اختيار وصح وغلط بس انا واثق ان انتو هتحلوا اسئلة كتيرة انا بشكركم على انتباهكم معايا طول الحلقة وبشكر قطاع التعليم الفني الاستاذ رئيس القطاع قطاع الدكتور على قطاع التعليم الفني رئيس الادارة المركزية ومستشار المحاسبة القناة وتعبهم معانا وعلى التلفزيون على اخراجه للحلقة بشكل مميز انا عارف ان انتو استفدتوا انا بشكركم وباذن الله نلتقى على خير في حلقات قادمة باذن الله الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته